حققت السلطة القضائية بمملكة البحرين نتائج متميزة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في جنيف من خلال تقدم 9 مراتب في مجال الاستقلال القضائي خلال سنة واحدة هذا الانجاز يعكس ما حققته السلطة القضائية من تطورات تنموية في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي يؤمن بالدور الفاعل الذي يلعبه ويقوم به المجلس الأعلى للقضاء كسلطة قضائية مستقلة تسهم في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والحريات المؤتمر الصحفي الذي ترأسه خليفة الوردي ألمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للقضاء جاء ليبين مستوى المعائير الذي اعتمدها تقرير التنافسية العالمية والتي تتمحور حول استقلالية القضاء وفعالية النظام القضائي في الفصل في المنازعات فضلا عن فعالية النظام القضائي الإداري بمناسبة هذا الإنجاز أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة التهنئة بمكانة البحرين اللائقة في المجال القضائي والتهنئة موصولة إلى صاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد وحقيقة هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لأولاد الدعم المستمر من صاحب الجلالة في نقاط محددة الاستقلال والنزاهة والحيال حققنا هذا الإنجاز بحيث ما ارتقت السلطة القضائية في مدارج السلطات القضائية من حيث الاستقلال ومن حيث الحسم النزاعات بالصفة القانونية ومن حيث الأعمال الإداري استند هذا التقرير على الجهد الذي بدل المجلس لعلى القضاء من خلال خطة استراتيجية طموحة وتؤكد هذه النتيجة على إدارة المجلس لعلى القضاء في تطوير العمل القضائي بما ينعكس على تعزيز تقة المجتمع في القضاء